السلام عليكم وردامي قناة غرفانات إذن الدفع الحاسني الجديد يواصل تقديم المستويات الجيدة العلامة الكاملة ثلاثة ديال اللقاءات ثلاثة ديال انتصارات وأيضا استمرار تألق اللاعب حدراف تعادل بلا غالب ولا مغلوب بين أولمبيك أسافي ومنودية وجدة ويوسف صبر رشيد يتنفس السعادة ويحقق أول انتصار له على حساب الجريح سريع والزم للغاية الآن ثلاثة ديال لقاءات ثلاثة ديال الهزائي هدوما اللقاءات اللي سنتحدثوا عليهم في حلقة اليوم أيضا سنتحدث على واحد المشكل طرح جذل في الأيام الأخيرة العديد من الأخطاء التحكمية شفناها من طرف الفار سنحللوا العديد من الحالات التحكمية أيضا سنبغير الأراء ديالكم فيما يخص هذا الموضوع دائما كنت سننا الأراء ديالكم كنت سننا التعليقات ديالكم كنت سننا التحليلات ديالكم ونتناكشوا بين إتنا كما هو العادة بشكل ودي بدون تعصب إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا ودعمونا بلايك أكبر عادة ممكن من اللايكات باش نكملوا في التغطية ديالنا للقاءة البطولة لما تشاركوا في القناة ديالنا شاركوا وفعلوا زرسة انبياءات باش دائما يصلككم الجديد أول بأول ولي بغير الشارك في سفحة ديالنا على الفيسبوك هنخليكم اللينك في أول تعليق متابعة ندخلوا في تفاصيل الحلقة ندخلوا في تفاصيل الحلقة قبل أن تحدثت على اللقاءات بغيت نهدر على واحد نقطة مهمة تخص الفار يعني شفنا في الآوين الأخيرة خصوصا في اللقاءات التي تلعبت اليوم العديد من الأخطاء التحكمية من طرف الفار وأيضا الفار يستغرق وقت كبير في أخذ القرارات برغم على أنه في العديد من المرات الأمر يعني ما تكونش كيستهلة ذو وقت كثير والأمور تكون واضحة للمشاهد ولكن الفار تأخذ ثلاثة أحتر بعديل دقائق وهذه المسألة كتبرد للعبين وكتكسط يقع اللقاء وأنا أعطيكم جديد الأمثلة برغم على أنه كان أمثلة كثيرة يعني شفنا اليوم في اللقاء اللي جمع بيننا شباب المحمدية والدفع الحسني الجديدي الحكم دي الشرط يعني باش نكون واضح لم يكن موفق ألغى هدف سجلوه شباب المحمدية وتمت الاستعانة بالفار والفار تقريبا نخطى فضل اللقطة ثلاثة أحتر بعديل دقائق بالرغم على أنه أي واحد يشوف اللقطة وغنخلي لكم مقطع منها أي واحد يشوف فضل اللقطة غيشوف على أن المدافع دي الشباب المحمدية مكسر التسلل بواحد المسافة مهمة وعلى أن الهدف دي الدفع الحسني الجديدي هدف صحيح الله غبار عليه والفار الغريب على أنه مدارش خط وامي وتم إلغاء الهدف من بعد هدف آخر للدفع الحسني الجديدي وحكم الشرط أيضا كيدخل وكيلغي الهدف والفار هذا المسألة يعني هذا المرة خدا 3 احتر بعديل دقائق وفي الآخر يعني كما كنقولو احتسب الهدف للدفع الحسني الجديدي وفي هذا المرة شفنا الخط الوامي يعني هذا جوجه الأخطاء أو ماشي نقول جوجه الأخطاء جوجه الحالات خداه تقريبا 8-9 دقائق أي واحد تشاف اللقاء دي الدفع الحسني الجديدي وشابه محمدية الحكم في الصوت الأول احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع وهذا الوقت طويل جدا الحالة الثانية اللي بغيت نتحدث عليها في حلقة لهم تخص اللقاء دي الأولمبيك أسافي ومنه ديت وجده وصراحة كان ضربة جزاء لا غبار عليها لأولمبيك أسافي اللاعب خابة كان متقدم ولحظنا كان وجوجه الأخطاء من المدافعين دي المولودية توجده والفار راجع للقطاء ولكن ما أعلنش أو منبهش للحكم على أنه ينضرب الجزاء يعني المدافع الأول دي المولودية توجده يحاول على أنه يجرر اللاعب خابة وأيضا المدافع خابي المدافع دي المولودية توجده اليد دياله كانت ممدودة بهالطريقة هذه والكورة لمسات لي دياله يعني يدرب الجزاء واضحة وضوح الشمس والفار كما كنقوله راجع للقطاء ولكن لم ينبي الحكم بغيت نعطي هذه الجوجي للحالات لأنه وصراحة لاحظنا في الآوينة الأخيرة لعديد من الأخطاء التحكمية من الفار نتمنى على أن الحكام يشتغلوا أكثر فيما يخص هذه المسألة لإعطاء كل ذي حقنا وحقه وأيضا يجب أن تكون جانب من الصرع لأنه لا يعقل لأنه في كل لقطة نوقف المالش 3 أو 4 ديالة دقائق أول لقاء سنتحدث عليه في حلقة اليوم لقاء لجمع مابن شباب محمدية والدفاع الحسني الجديدي وانتهى لصالحات الأخير بهدفين لهدف واحد الدفاع الحسني الجديدي يحقق العلامة الكاملة 3 دي اللقاءات 3 دي انتصارات الفريق الدكالي في الطريق الصحيح رفقة المدرب الجزائري بن شيخ بداية ولا أرواح لللاعب حدراف يمكننا القبول الآن بميستر أسيست 3 دي اللقاءات أعطى فيهم 3 دي الأسيستات وسجل هدف واحد بداية صراحة ولا أرواح لللاعب حدراف انتصار مستحق للدفاع الحسني الجديدي في لقاء اليوم بحكم أنه كان هو الفريق الأفضل الفريق الأكثر شراستين والفريق الأكثر رغبة داخل أرضية الملعب عكس شباب المحمدية اللي ظهر بصراحة بمستوى جد متوسط من أقل اللقاءات من شباب المحمدية في بداية الموصل إذا بغينا نتحدث على اللقاء لاحظنا على أن الدفاع الحسني الجديدي دخل واضغط منذ الدقائق الأولى وترجم سيطرة له لهدف دقائق الأولى ولكن الحكم ألغاه بداعي تسلول بالرغم لأنني تحدثت على هذا اللقاء وقلت على أنه لم يكن تسلول استمرت سيطرة الدفاع الحسني الجديدي وتمكنه من تسجيل هدف آخر هدف التقدم لينتهي الشوط الأول بهدف السفر يعني الشوط الثاني لاحظنا واحد الاستفاقة نوعا ما الشباب المحمدية اللي بدأ يهدد المرمى دي الفريق الدكالي ولكن المدرب الجزائري بن شيخة لعب واحد تاكتيك صراحة دكي جدا اعتمد على الهجمات المرتدة وكان عارف على أن شباب المحمدية غير يفتح الخطوط دياله ولاحظنا بعد خطأ لللاعب بوطويل اللاعب حضراف يخطف القرى منه ويزيد بها ويقدم أسيس للشخيق دياله ليعلن تقدم الدفاع الحسني الجديد بهدف السفر وهنا اللقاء صعاب على شباب المحمدية يعني كانت واحد الاستفاقة متأخرة لشباب المحمدية تمكن اللاعب بوطويل من تصحيح خطأ دياله وسجل هدف ديالتقليص للفريق هدف لم يكن كافي لينتهي اللقاء بتفوق الفريق الدكالي بهدفين لهدف واحد ثلاثة ديالنقاط مهمة كتخلي الدفاع الحسني الجديد يحتل المركز الثاني يعني بفارق الأهداف عن صاحب المركز الأول الرجاء الرياض لقاء أولمبيك أسافي ومنذية وجداء انتهى بلا غالب ولا مغلوب التعادل الاجابي هدف لمثله نتيجة لا تخدم مصلحة الفريقين لمازالين يبحثوا عن اول انتصار لهم في البطول إذا بغنا نتحدثوا على هذا اللقاء يمكننا نقسموه لقسمين الشوط الأول صراحة مستوى جد متوسط لم نشاهد شيء الكثير ما كانش فرص ما كانش إيقاع ولكن العمور في الشوط التاني تغيرت كثيرا بداية الشوط التاني أولمبيك أسافي كان هو الفريق الأفضل الفريق اللي خلق فرص الفريق اللي بدأ كيسيطر على الكورة وتمكن من استغلال إحداء الفرص وافتتاح نتيجة اللقاء عن طريق اللاعب خابة بداية جيدة جدا لللاعب خابة لغاية الآن ثلاثة دي اللقاءات سجل هدفي تغييرات دي المدرب الجزائري نجيز أعطيت الأوكل دياله ثلاثة دي التغييرات تقريبا في الدقيقة الستين دخول اللاعب كوريت أعطى واحد الثيقة وأعطى واحد الحيوية الوجوم دي المولوديج وجده اللي بدأك يسيطر على اللقاء وبدأك يخلق فرص وتمكن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب ديالك كان بإمكان مولوديج وجده في الدقائق الأخيرة يعني صراحة في ال 10 و 15 قيق الأخيرة كانت السيطرة مطلقة لمولوديج وجده وكان بإمكانه يخطف الانتصار ويسجيل هدف ديالتقدم ولكن تألق الحارس دي الأولمبيك أسافي وكذلك المدافعين منعوا منوديج وجده من تسجيل هدف ديالتقدم لينتهي اللقاء بلا غالب ولا مغلوب التعادل الإيجابي الهدف لمثله يوسفز برشيد يحقق أول انتصار له في البطولة على حساب الجريح سريع واتزم بهدفين لهدف واحد انتصار مهم؟ انتصار غير طعم تقا وشحنة معنوية فيما هو قادم من اللقاءات؟ على الجانب الآخر سريع واتزم الهزيمة الثالثة على التوالي تطرح العديد من علامات استفعال الفريق سيكون مطالب بتصحيح الأخطاء الدفاعية الكاريتية والاشتغال أكثر وأكثر إذا ما أراد الخروج من منطقة الخاطر يمكنني نقول لأنه في اللقاء اليوم سريع واتزم ودفع ثمن البداية السيئة الفريق تقريبا في أول 30 دقيقة كان خارج تطير يوسفز برشيد دخل وسيطر على اللقاء وخلق فرص كثيرة وتمكن من تسجيل هدفين تقريبا في 20-25 دقيقة عن طريق اللاعب الشرقي البحري ولما كتدخول وتلقى راسك متأخر بهدفين لسفر هذه المسألة تصعب عليك اللقاء لأنك تكون مطالب بالرجوع وتسجيل أهداف يعني بالرغم من هذا سريع واتزم لاحظنا على أنه من بعد ما استقبل هدفين أرجع في اللقاء وتمكن من تقليص الفارق في الشوط الأول لانتهى بهدفين لهدف واحد لصالح يوسفز برشيد الشوط الثاني كان أقل من حيث المستوى ما شاهدناش فرص كثيرة يوسفز برشيد لعب باقتصاد بحكم أنه كان متقدم بهدفين لهدف واحد ما بغاش يغامر باش ما يستقبلش هدف آخر على الجانب الآخر سريع واتزم رقا صعوبات في الشوط الثاني وما تمكنش من حل شفرة الدفاع ديالي يوسفز برشيد لينتهي اللقاء بهدفين لهدف واحد للفارق المستقبل كيف ما قلت انتصار موهم من يوسفز برشيد سريع واتزم سيكون مطالب بالاشتغال أكثر في مواقع دياللقاءات باش يخرج من منطقة الخطر كان هذا كل ما يخص حلقة دياليوم حلقة تحدثنا فيها على مشكل الفار وتحدثنا فيها أيضا على ثلاثة دياللقاءات اللي تلعبوا اليوم ما تنسوش تخليوا للأراءات ديالكم والتعليقات ديالكم وتناقشوا بين إتنا كما هو العادة بشكل ويتي إلا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك بارتاجي والحلقة ليما مشتشاركش في القناة ديالي نشتركوا وفعلوا زر السنباج بدائما يوصلككم الجديد أول بأول كان معكم ريدامي قناة الخرافين السلام عليكم اشتركوا في القناة